اشتركوا في القناة اكد سعادة الوزير الشوارع الرئيسة في المملكة من بينها النفق الرابط بين منطقة بوري وعلي وشارع اللوزي وشارع خليفة الكبير في المحرق وشارع الحوض الجاف اكد سعادته ان الوزارة تعمل على التنظيف الدوري والمستمر لفتحات تصريف الامطار والسيالة الدورية لمحطة الضخ وتفريغ غزنات تجميع مياه الامطار اوضح ان الوزارة حريصة على ضمان انسيابية الحركة بشبكة الطرق الرئيسة والانفاق في مختلف مناطق المملكة هذا وتنوه وزارة الاشغال بضرورة عدم فتح اغطية غرف تفتيش الصرف الصحي اثناء هطول الامطار وذلك لتجنب ارتداد مياه الصرف الصحي داخل العقارات وعدم رمي المخلفات في شبكة مياه الامطار تفاديا لانسدادها بالتالي عدم قدرتها على اداء مهماتها في الحالات الاعتيادية بما يؤدي لوقوع الانعكاسات السلبية بينيا بيئيا وماديا